الخماسية الدولية حول اليمن تعقد أحدث اجتماع لها في لندن الاجتماع عقد بناء على دعوة من وزير الخارجي البريطاني بوريس جونسون وهيمن عليه الوضع الإنساني في البلاد استبق الوزير جونسون الاجتماع بوصف الوضع في اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم ورحب بالخطوات التي اتخذت لإعادة فتح ميناء الحديدة والصليف واستئناف رحلات الأمم المتحدة إلى مطار صنعاء بيان الخارجية البريطانية شدد على أن اجتماع الخماسية يعتبر جزءا من العملية الأساسية متعددة الأطراف التي تسعى للتوصل لحل سياسي طويل الأمد للصراع في اليمن باتت سلطنة عمان جزءا أصيلا من اللجنة التي كانت رباعية فأصبحت منذ هذا الاجتماع اللجنة الخماسية للأطراف الأساسية المعنية باليمن غاب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تليرسون عن هذا الاجتماع وأناب عنه وكيل الوزارة للشؤون السياسية تومس شانون فيما سجل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد حضورا خافتا في الاجتماع البيان الصادر عن اجتماع الخماسية والذي نشر في الإعلام السعودي أدان إطلاق صواريخ باليستية من قبل الحوثين على المملكة واعتبره تهديدا للأمن الإقليمي وإطالة لأمد الصراع داعيا إلى ضرورة وضع حد فوري لهذه الهجمات وأكد البيان أن توفير الأسلحة للحوثين وللمتحالفين مع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح يشكل انتهاكا لقراري مجلس الأمر رقمي 2216 و221 مع تأكيد دعم المجتمع الدولي لجهود الأمم المتحدة في التحقيق حول مصدر الصواريخ واتخاذ الإجراءات المناسبة الحكومة اليمنية رحبت على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجي عبدالملك المخلافي بكل جهد دولي للوصول إلى السلام على أساس المرجعية الثلاث وعبر مسار الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص واحتفاظها كثالك بحقها في تقييم نتائج أي اجتماعة دولية لا تشارك فيها لتحديد موقفها قبولا أو رفضا انفضى الاجتماع إذن إلى نتائج غير حاسمة في وقت يغيب فيه صوت المبعوث الأممي ويغيب معه الأمل في إمكانية التحريك السياسي لمسار الأزمة والحرب في البلاد